اهلا بكل اللي بيتابه وتليفزيون اليوم السابع بقلنا فترة كلنا عارفين وبنسبة عن مشروع المستقبل مشروع المستقبل اللي هو العاصمة الإدارية الجديدة واللي ان شاء الله قريبا يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة أعمال مركزية حضائق مركزية محاور كبيرة ووحدات إدارية وكمباونز زيارات من رئيس الوزراء وجوالات تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي والمشروع اسمه مشروع المستقبل اللي بتعول عليه الدولة لإعلان ميلاد الجمهورية التانية بعد الانتقال لها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بتتنفذ على أعلى مستوى من الجودة والإتقان وده طبعا بيعكس عظمة الدولة المصرية لكن كل ما تسمع عنها كده يجي في بالك النهل الأغنية وبس هل الكلام ده حقيقي؟ يعني أنا لو إنسان بسيط عادي جدا هل ممكن يكوني مكان في العاصمة الإدارية الجديدة؟ ولا لأ؟ خلينا نعرف إجابات الأسئلة دي كلها من أحمد حسن مسؤول ملف الإسكان في اليوم السابع أهلا بيك يا أحمد أهلا بيك ومتابعة كل المتابعة اليوم السابع يعني خليني أسألك كده في البداية لو أنا إنسانة بسيطة جدا مش هقول إن أنا من الأغنية أو من محدود الدخل حتى بس أعيز أشتري في العاصمة الإدارية الجديدة الحلم الجديد اللي الكل بيتكلم عنه هل هيكون لي مكان هناك وأقدر إن أنا خد شقة سكنية هناك؟ طيب خليني نبدأ من كلامنا من بطباس كلمة إنه العاصمة الإدارية جديدة بمثابة إعلان جمهورية جديدة اللي أعلن عنها السيدة الرئيسة بالفتاح السيسي جمهورية جديدة يعني هتكون متاحة لكل الفئات لكل الفئات داخل المجتمع غني، فئير، متوسط العاصمة الإدارية الجديدة بيتم تنفيذ فيها وحدات سكنية لكافة المستويات بتبدأ الوحدات السكنية من أربعين متر وتوصل لحد مئتين متر بالنسبة للوحدة بيتم تنفيذ نظام بلات بيتم وحدات نظام استوديو يعني كل الوحدات السكنية هتكون متاحة لكل الفئات داخل المجتمع المصري هنقول إنه الوزارة الإسكان بيتمفز أنواع عديدة من الإسكان من سواء نظام في الأرس ريل بيتضمن حوالي خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية بتبدأ الوحدة من مئة وعشرين متر بتوصل لمئة وثمانين متر بيتم تنفيذ حي لاتيني داخل عاصمة الإدارات جديدة بغبرة عن نقل تجربة مباني وسط البلب داخل عاصمة الإدارات جديدة كمان الشركات العقارية بيتمفز أيضاً وحدات سكنية بمستويات مختلفة العسعار بتكون متراوحة ما بين سبع تلاف جنيه لحوالي عشرين ألف نية أو عشرين ألف جنيه بالنسبة للإسكان الاستثماري الخاص بالشركات الاستثماري الأقاري أما بالنسبة للوحدات اللي بيتمفزها وزارة الإسكان يظهر إن الاتصال اتقطع ولكن خلينا أقول لكم إن إحنا لست بنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة وهل هي لكل الناس ولا للأغنياء فقط زي ما فيه كلام متداول في كل حتة كل حد بيسمع عن العاصمة الإدارية الجديدة يقول لك دي بتنافس بلاد مختلفة بتنافس دبي بتنافس يعني أماكن كبيرة ولكن خليني أقول لكم إن في الحقيقة الزميل دلوقتي أحمد حسن مسؤول ميلة في الإسكان كان بيقول إن هي للجميع وإن متوسط سعر الوحدات هناك بيبتدي من سبعة تلاف جنيه لاثنين وعشرين ألف جنيه وده طبعا يعني بيكون مختلف على حسب إنت هتشتري إيه طيب إحنا بنتكلم طبعا عن سعر المتر خليني أقول لكم إنه كمان قال إن الوحدات بتبتدي من أربعين متر وممكن توصل لمتين متر وبرضو ده بيختلف من مكان لمكان جوى العاصمة الإدارية الجديدة وكان بيقول لنا كمان إن العاصمة الإدارية الجديدة هي امتداد للقاهرة وإنها مش مكان جديد طيب العاصمة الإدارية الجديدة خليني أقول لكم مرة كمان إن هي فيها منطقة أعمال مركزية كبيرة حضائق مركزية محاور كبيرة وحدات إدارية وكمان كمفاونز مختلفة كل ده داخل العاصمة الإدارية الجديدة شفنا زيارة الحقيقة أو زيارات مستمرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مبولي وشفنا جولات تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروع زي ما قلت لكم هو اسمه مشروع المستقبل خليني أقول لكم إن زميل أحمد حسن معانا دلوقتي مرة تانية أهلا بيك مرة تانية أهلا بيك 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 خلينا نرجع إلى إجراءات الإجراءات اللي نعملها عشان أقدر أخد شقة في العاصمة الإدارية الجديدة زي ما قلت لحضرتك أنه أنت كأي مواطن من حقه أنه يحصل على واحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ولكن حسب رجبته هل هو عايز شوق من الشوق التي تنفذها وزارة الإسكان هل هو عايز شوق من شوق الإسكان الخاص التي تنفذها لشركات الإستثمار العقاري أو حتى من الجامعيات في جامعية الإسكان التعوني حصلت على قطع أراضي من شركة العاصمة الإدارية الجديدة وبتنفذ عبارة عن مشروعات سكنية لأعضاء هذه الجامعيات زي ما قلت لحضرتك بالنسبة للمشروعات الخاصة الوزارة الإسكان وزارة الإسكان بتعلن كل فترة حوالي ثلاثة أو أربع شهور عن إعلان جديد بتضمن وحدات سكنية في الحي السكني كمان أعلنت عن وحدات سكنية أخرى نظام بلال وتوينهاوس داخل العاصمة الإدارية الجديدة بتطرح هذه الوحدات من خلال أنظمة مختلفة بتوصل أنظمة السداد فيها حوالي 20 سنة أو 15 سنة بنظام التمولي العقاري بحيث تتيح الفرصة لأي مواطن سواء كان مستوى دخله أنه يقدر يحصل على وحدة سكنية طب يا حسن سليني أسألك أنت دلوقتي كلمتني عن أسعار المتر المتوسطة تقريباً بتبتدي من 7000 جنيه أنها ممكن توصل معنا لـ 22 بس إيه أرخص سعر للمتر في العاصمة الإدارية الجديدة وهل هنشوف يعني مثلاً بنشوف فيه دلوقتي إسكان الشباب طبعاً بيتيحوا فرص هيلة للشباب إنهم ياخدوا شواء بأسعار هيلة وفي مناطق مختلفة هل هنشوف حاجة زي دي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ خلينا أقول حضرك أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 180 ألف هدان يعني بتمثل 3 أضعاف محافظة القاهرة بالكامل بأحياها بالكامل بالتالي المرحلة الأولى فيها إسكان متوسط وإسكان فاخر وفلال أما المراحل الأخرى هنشهد العاصمة الإدارية فيها تنفيذ وحدات سكنية لمستويات أخرى ولكن خلينا أقول حضرك أنه في مدينة اسمها مدينة حدائق العاصمة دي بتبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة حوالي عشر دقائق فقط دي بيتم تنفيذ حاليا فيها مشروعات سكنية تحت مسامة سكن مصر وسكن لكل المصريين من ساحة الوحدة حوالي مئة وعشرين متر والمقدم بيكون حوالي خمسين ألف جنيه السعر المتر بيتروح من 223 و500 جنيه بالنسبة للوحدات كمان بيتم تنفيذ وحدات سكن اجتماعي لمحدود الدخل مساحات مختلفة بتتروح من 75 متر نظام غرفتين وصالة وتوصل ل90 متر نظام ثلاث غرف وصالة بحيث أنه يكون أي مواطن حابب يسكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء داخل العاصمة الإدارية أو في منطقة مجاورة في مدينة حداء العاصمة الإدارية هيكون متاح لي أنه يحصل على واحدة سكنية سواء كان متوسط داخل أو من محدود الدخل أو سواء كان من الفئات المكتئة للطباقات العليا في المدينة ولكن خلينا نرجع نقول أن العاصمة الإدارية الجديدة للجميع وليست للأغنية فقط كما يقال وكما هو متداول خلينا نأكد على كم معلومة خاصة في العاصمة الإدارية جديدة أنه يتم تنفيذ حدائق مركزية على أعلى مستوى تعد الأعلى الأكبر حدائق مركزية بتنفذ على مستوى العالم الحدائق المركزية دي هتكون متاحة لكافة الفئات في المجتمع ونأكد برضو على نقطة أن العاصمة الإدارية الجديدة مش محافظة ولكن هي امتداد لمحافظة القهيرة هيكون متاح لكل الفئات أنها سواء السكن أو الترفيه أو الاستمتاع بالمشروعات الأخرى اللي بيتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة هتكون متاحة للجميع وليس لفئة معينة كما ذكرنا أن العاصمة الإدارية هتكون بمثابة إعلان جمهورية جديدة هيكون متاح فيها كافة أنواع السكن وكافة أنواع المشروعات اللي تطيح لأي مواطن الاستمتاع أو السكن أو التنزه داخل المتنزهات اللي بيتم تنفيذها حالياً داخل العاصمة الإدارية الجديدة هتكون فعلاً حقيقي بينافس أكبر الأسامي اللي موجودة وبنشوفها دلوقتي وبنتمنى أن احنا نروحها هيكون موجودة عندنا في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة صحيح؟ تمام أكيد وكمان هيكون فيها يعني زي ما حضرتك عارفة أنه بينفس حالياً فيها مشروعات كبرى زي أطول بورد في أفريقيا مشروعات أخرى استثمارية حي مال وأعمال منطقة مركزية هتشمل كافة الأعمال المؤسسات الاقتصادية سواء داخل مصر أو خارج مصر وكمان بينفس فيها حي للسفارات بحيث تكون كل الدول العالم ممثلة عليها سفارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتقدم حتى الآن أكثر من سبعين دولة بطلبات رسمية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة لحصول على قطع أراضي داخل عاصمة الإقامة السفارات لها كمان العاصمة الإدارية الجديدة تعد أكبر مدينة زكية على مستوى العالم من حيث بيتم تنفيذ فيها المشروعات بطريقة إلكترونية المرافق بتدار من خلال غرف التحكم مركزية بحيث نحاضرتك لو أنت عايزة تشوفي نظمت الاستهلاك الخاصة بك سواء من العداد المية أو الفهربة تقدر تعرفيها بسهولة جدا كمان مش هيكون فيه تعامل بالنظام الفلوس داخل العاصمة الإدارية ولا هيكون كله نظام بالنظام تحوق الرقم نظام إلكتروني الباص هتركبين من خلال كارت مخصص ليه دخول السينمات دخول الكافتريات كل التعاملات المالية داخل العاصمة الإدارية هتكون نظام إلكتروني تماشيا مع عصر التحول الرقمي اللي احنا الدولة بتنحكزه حاليا يعني الحقيقة أنا بشكرك جدا زميل أحمد حسن مسؤول ملف الإسكان في اليوم السابع على كل هذه المعلومات شكرا لك وكل متابع اليوم السابع شكرا لك يعني هنأكد مرة تانية أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست فقط للأغنياء ولكن هي للجميع شكرا لكم كل اللي بيتابع تلفزيون اليوم السابع كنت معكم شروق أجدي واستنون في تغطيات مختلفة على مدار الساعة فقط من تلفزيون اليوم السابع شكرا لكم وإلى اللقاء